رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أكد أن القضاء على جميع التهديدات المرتبطة بالنفذ الروسي على السياسة البولندية هو مسألة تتعلق بأمن الدولة ووفقاً له اكتشفت أجهزة المخابرات البولندية في روسيا عدة أماكن لتجميع مجموعات منظمة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يحملون تأشيرات روسية تقدر عددها بالآلاف ومن جانبه اعترف دونالد توسك أيضاً بأن أجهزة المخابرات الروسية قد تكون وراء إحراق أحد أكبر مراكز التسوق في وارسو يوم الثاني عشر من مايو أجهزة المخابرات البولندية تعمل بشكل فعال للغاية في سياق محاولات وتهديدات تخريبية في بولندا والدول المجاورة وخاصة في لوتوانيا ولاتفيا المعرضة للتهديد ولقد أبلغت سابقاً عن اعتقال تسعة أشخاص والآن تم اعتقال ثلاثة آخرين وتقوم أجهزة المخابرات البولندية الآن بالتحقق من جميع المعلومات ولكن من المحتمل جداً أن تكون أجهزة المخابرات الروسية متورطة أيضاً في الحريق الكبير الذي وقع في وارسو وكما أشارت وزارة الداخلية البولندية فقد تكثفت أنشطة الأجهزة الخاصة الروسية والبلاروسية في البلاد منذ بداية العام ووفقاً لدونالد توسك يمكن أن تحدث أعمال تخريبية ليس فقط في بولندا بل تأتي إشارة مماثلة من السويد وكذلك لتوانيا ولاتفيا وعلى وجه الخصوص قال رئيس لتوانيا جيتاناس نوسيد أن محاولات التخريب يمكن أن تتكرر في بلاده ليس من السهل تحديد وتعطيل مثل هذه الخطط مقدماً بل إنه من الأصعب إقامة السلة بين نوعاً ما من الحرائق المتعمدة والنظام السياسي القادم من روسيا ولسوء الحظ لدينا معلومات تفيد باحتمال تكرار مثل هذه الحالات التخريبية وعندما يحاول خصومنا زعزعة استقرار وضعنا السياسي الداخلي يجب علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لمنع حدوث ذلك في الآوين الأخيرة اندلع حريق في مركز للتسوق في فيلنس ودعت السلطات الشركات والمنظمات الداعمة لأوكرانيا إلى تعزيز الأمن وفقاً لرئيس المركز الوطني لإدارة الآزمات في لتوانيا فإن خوارزمية تصرفات مشعلي الحرائق في مختلف البلدان هي نفسها تقريباً وهناك دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي لإفتعال حريق معتمد والقيام بأعمال تخريبية مقابل مبلغ من المال وفي ذات الإطار عقد رئيس أستونيا مجلس الدفاع الوطني لمناقشة عمليات التخريب والتأثير التي يقوم بها الاتحاد الروسي القيادة الروسية تنظر إلى حد كبير إلى هذه الحرب على أنها حرب على وجه التحديد ضد دول الناتو وبالتالي تعتبر دول الناتو بمثابة مساحة خلفية لأوكرانيا ولكن في الوقت نفسي بطبيعة الحال لا يجرؤون بعد على مهاجمة أراضي دول الناتو بشكل علني ولكنهم يستخدمون أساليب الحرب الهجينة وفي غضون ذلك دعا مجلس الاتحاد الأوروبي الهيئات ذات الصلاح في الاتحاد الأوروبي والدخول الأعضاء إلى منع التدخل الأجنبي في الانتخابات الأوروبية وقال البيان أن الدول الديمقراطية تواجه بشكل متزايد محاولات لتقويد العملية الانتخابية من خلال وسائل هجينة ومختلفة من خلال التضليل والتدخلات السيبرانية على سبيل المثال حيث من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة ما بين السادس إلى التاسع من يونيو إعداد كريستينا دامبروسكا لقناة يو اي تي في عربية